وفي الدنيا التغذية اليوم بدنا نحكي عن موضوع مهم وهو الأطفال الانتقائيين بالأكل دكتور ربا مشربش صارت معنا بالستوديو رح تجاوب على كل الأسئلة اللي بعتولها ياها على السوشيال بيديا صباح الخير صباح الورد أهلاً رانيا أوشيرين ايتي هذا الموضوع؟ كتير دائماً بيجيني أسئلة عليه يعني دائماً هذا المواضيع اللي دائماً متكررة ودايماً بيحبوا الأهل نحكي فيها لأنه كمان الأهل بيعانوا جداً مرات الأم بتكون خوفها على أولادها لدرجة أنها بتبطل تعرف كيف تتصرف معه ولأنها خايفة عليه بدأت تكون متأكدة أنه عم بيأخذ كل العناصر الغذائية أوكي إذن خيام بلش بأول سؤال أول سؤال لدينا من حماء الأخبر بتقول بما أنه الطفل بيكون في مرحلة النمو هل يحتاج إلى مكملات غذائية وبالأخص في وقت من عمره بيحتاج إلى نسبة كالسيوم لنموه أيضاً تمام سؤالها كتير مهم هلا بالنسبة للمكملات هلا التوصيات أنه عند الولادة خاصة للأطفال اللي برضاء ورضاء طبيعية لأنه أصلاً هلا لا الأمهات ولا الأطفال عم بتعرضوا لأشعة الشمس فينصح عند الولادة ينعطى فيتامين دي مكملات بتكون على شكل نقاط طبعاً باستشارة طبيبها بسهو على الأغلب معظم الأطفال عند الولادة بدهم يأخذوا الأطفال على عمر السنة ينصح أنه نعمل كمان بإشراف طبيب فحص للحديد لأنه في كتير أطفال بنزل عندهم الحديد وممكن يعانوا من فقر الدم إحنا نعطي مكملات بدون يعني من نتأكد لا بس هو أكتر مكملات أو بحتاجها الطفل بهذا العمر اللي هي الفيتامين دي والحديد إذا كان عنده فقر الدم نركز على الأكل ونشوف إذا كان كتير واطي بإشراف طبيب نعطيه مكمل حديد دكتورة السؤال الثاني هو سؤال نور بتقولك لو سمحتي دكتورة بأي شهر بقدر أستبدل حليب الأطفال بحليب البقري أو الحليب المصنع بالضبط هلا بعد السنة بعد السنة بالضبط إحنا قبل السنة لازم رضاعة طبيعية قد ما منقدر إذا ما منقدر رضاعة طبيعية لأي سبب في الحليب المخصص للأطفال بعد السنة في هون عندها الخيار ممكن تعطيها الحليب البقري العادي اللي الكبار بيشربوا في سؤال كمان عندنا من راما بتقولك هل البيبي اللي عمره ستة شهور بحاجة للحديد هلا بحاجة للحديد على الأغلب إذا صار عندنا مشكلة إنه فيه أطفال بطولوا بالرضاعة الطبيعية مش إنه بطولوا بالرضاعة أو بياخدوا حليب ورضاعة بدل أكل أو الأم تتأخر كتير بإدخال الأطعمة هم منخاف من فقر الدم عند الطفل فإحنا ما منروح للمكملات منروح للإرشادات اللي لازم نعملها دائما ما نتأخر بإدخال الأطعمة عن الستة شهر لأن المخزون الحديد عند الطفل اللي ما أخده من خلال الولاد رح يقل فما بزبط وثاني إشي تركز على الأطعمة المناعمة بالحديد يعني مثلا سبعة شهر آخر الستة تبدأ تدخل جاج لحمة حتى شوية من البقوليات تكون مهروسة شوي شوي بتزيد الملمة ستاعة عشان ما يقل للحديد اللي عنده وفيه كمان عندنا سؤال من مريم جبارة بتقولك هل يجب إجبار الطفل على الأكل أو حسب رغبته هذا سؤال كثير مهم هلا كثير مرات إحنا أخطاء بتصير عند الأمهات إنه بتكون الأم كثير خاشفة على ابنها لأنه ما بياكل ما بيكمل وجباته أو أكله مش منوع هلا بدأت تعمل خطوتين أول إشي تسجل خلال النهار شو بياكل الطفل لأنه مرات الأم ما بتكون شايفة أو مدركة شو بياكل في كثير أولاد بياكلوا أكل منوع ولكن بيحبوه على وقعات مختلفة أو بحب الجاجة لحال والرز لحال ما في أي مشكلة مش ضرورة تدمجهم بنفس الوجبة إذا بياكل فواكه وخضار حتى لو كان انتقائي بأنواع معينة يعني في أطفال مثلا بيحبوا نوعين فواكه بس بيحبوا نوع واحد خضار الأم شو دا تعمل بهاي الحال دا تركز إنه تعطي طفلها كل يوم من هاي الأنواع وكل يوم تجرب تدخل نوع جديد يعني بقولك بالدراسات والأبحاث ممكن الطفل يتقبل نوع جديد من الأطعمة أو إشي رفضه رفضه بعد عشر تيئة مرات من المحاولة فبتظلها تشوف شو بياكل هو من أكله وتدخله إياه والأشياء الجديدة تحاول تدخلها بطرق دون إجبار إحنا إذا بنجبر الطفل هنا بنعمل علاقة كتير سيئة مع الطعام ومع اللي حواليه وممكن نخليه يرفضوا الطعام بزيادة لأنه مرات البيكي إيترز أو برفضوا الطعام سببين يا مثلا بنكون نجبرهم أو نتعامل معهم بطريقة خاطئة يا مرات أطفال بدهم ياخدوا الاتنشن والانتباه من اللي حواليهم فبيحسوا إنه بهاي الطريقة باخد انتباه أهلي واللي حوالي يا مرات خلاص بكون طبيعة الأطفال بعمر خاصة سنة لثلاث سنين ممكن يرفضوا أطعم معينة أو يكونوا بيغلبوا شوي بالأكل لأنه بلتهوا بالبيئة اللي حواليهم فأبدا ما نجبرهم على الطعام يعني ما بيصير مثلا خلص صحنك كله تجبري ممكن تحطي كمية صغيرة إذا خلصها تزديله شوي وما تكافئ بالحلويات عشان ما نبني علاقة خاطئة إنه الأطعمة هاي مفيدة وزي الحلويات والأكل اللي بتاكله هو عبارة عن عقاب طيب دكتورة فيه كمان سؤال من سوها بتقولك ما هي الأسس اللي علينا مراعاتها عند تخذية الطفل الانتقائي وكيف منقدر نبعده عن تناول الحلويات بطريقة مناسبة وسليمة ممتاز هلا أول إشي بدنا نكون إحنا مثال لإلهم يعني ما بزبط أحكي لإبني ما تاكل حلو وأنا الحلو دائما قدامي بالبيت وموجود بكميات كتير كبيرة بدنا نحاول نكون صابورين كتير نشوف الطفل شو بحب ما نظلنا نعلق عليه وهو بياكل خلص صحنك ما خلصت أو نحكي إبني ما بياكل قدام الناس أو قدام الأب إنه نناقش هاي الأشياء نحاول نناقشها بعيد عنه نحاول ندخله شوي معنا في المطبخ يحضر بعض الأطعمة يحضر أكله هو بنفسه نحاول نحط كمية صغيرة وبعدين نحط له كمية أكبر إذا طلب وما نكافئ بالحلويات هاي أهم إشياء دكتور شكرا كتير إليك وأكيد في أسئلة كمان يعني منشوفك موضوع مهم إنشاء الله من كميرو